بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الأعزاء طلبة المرحلة الثالثة للدراسة المسائية أنا أستاذكم دكتور جاسم الساري لمادة نظريات رشادية سؤال الأول عن عافيتكم ودوام صحتكم وحفظكم وحفظ بلدنا الكريم مما نعانيه نستمر اليوم في محاضرة جديدة ونحاول أن نعود فيها إلى بيرلز نركز في بعض المفاهيم التي تناولتها نظرية قلنا أن المفهوم الأكثر أهمية في هذه النظرية هو مفهوم الكلية وهو أهم مفهوم كما قلت في هذه النظرية الكلية لدى بيرلز ولدى القشطالت وكما قلنا أن القشطالت هي أحدى المدارس النفسية التي أسسها مجموعة من العلماء الألمان على رأسهم فرتيمر كوهلر وبيرلز ينتمي إلى هذه المدرسة أقول أن الكلية تعني هو أهم وهو من رثالي فأقول أهم مفهوم في هذه النظرية معناه دلالته أن الكل لا يساوي مجموع الأجزاء الكل لا يساوي مجموع بمعنى أن هذه الأجزاء توجد بينها علاقات الأجزاء مع العلاقات هو الذي يساوي الكل وليس الكل فقط يساوي مجموع الأجزاء هذا المفهوم الأول في هذه النظرية إذن الكلية هو المفهوم الأول في هذه النظرية المفهوم الثاني الشكل والخلفية الشكل هو عملية شعورية ندركه نعرفه نعيه انصح القول تتمايز حتى تشكل دائما مجموع وعينا مجموع انتباهاتنا اما الخلفية فهي ما بعد الشكل ببساطة شديدة هناك خلفية التي هي الوعي وتتشكل الحاجات تتشكل كل الادراكات امام هذا الوعي اذا الوعي هو الخلفية اما الحاجات الباقية فهي اشكال تبتنى تستند الى هذه الخلفية هنا لدي الان مفهومان من مفاهيم نظرية بيرز الاول هو الكلية اما المفهوم الثاني هو الشكل والخلفية المفهوم الثالث هو الاستبصار الانسايد وهنا اعيدكم الى اهم مفهوم في نظرية روجرز ايضا ايضا اكد في نظريته نظرية الذات على الاستبصار الاستبصار بيرز يعني اعادة الفرد لبناء خبراته بحيث يصبح لها معنا جديدا بمعنى هي الموائمة والتكيف لدى بياجيه اعيد التعريف مرة اخرى اعادة الفرد لبناء خبراته بحيث يصبح لها معنا جديد نوع من التحديث نوع من الابديت كلما كان الادراك واضحا كلما كان الاستبصار للمواقف فعالا كلما كان الادراك واضحا كلما كان الاستبصار للمواقف فعالا اتوقف هنا مع هذه المفاهيم الثلاث الكلية الشكل والخلفية والاستبصار على امل ان اكمل معكم هذه المفاهيم في المحاضرة القادمة لكم الاحترام والمحبة والدعاء بالشفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته